مشاهدين أهلا فيكم عن جديد يراود الجميع حلم الوصول إلى الجسم المثالي والقوام الرشيق الجداب ولكن في بعض الأحيان يطول زمن تحقيق هذا الحلم وتمر الأيام والشهور مع ارتباع عنظمة رجيم صارمة وقاسية قد تكون دون جدوى أو ربما تحدث انخفاضا بسيطا في الوزن ثم سرعان ما يعود الجسم إلى وزنه السابق كثيرة هي الحميات التي أصبحنا نراها ونسمع عنها كل يوم وعند اتخاذ القرار ببدء نظام غذائي جديد من أجل خسارة الوزن الزائد نسأل أنفسنا أي من الحميات الغذائية هي الأنسب لجسمنا وأكثر فائدة من غيرها للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو خبير التغذية الدكتور خالد نجم دكتور خالد صباح الخير لإلك وأهلا وسهلا فيك معنا يعني بداية يعني بحسب خبرتك أفضل الحميات الغذائية يلي يجب التركيز عليها في سنة 2018 للناس يلي حاب أنه اتنقص وزنها تمام الأول صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين أفضل الحميات اللي فعليا بتجد نتيجة كويسة وبتوصل الناس للوزن المثالي بدون أضرار وبدون أعراض جانبية هو البالانس دايت أو الدايت المتوازن الدايت اللي هو بيكون فيه نسبة كربوهايدريت متوازنة نسبة دهون نفعة زي الموجودة في الأفوجادو في الرو ألموند والناطس والحاجات دي دهون الطبيعية بالضبط بالضبط المفيدة جدا للجسم بلاس اللي بيكون فيه نسبة بروتين بحيث تكون مسؤولة عن بناء برضو العضلات والأنسجة العضلية ده تقدر يتقولي هو أفضل أنواع الدايت لكل العصور مش حتى بس في 2018 لأن كان من المتبع زماني يعني فيه مثلا من الدايت القديمة زي الألكالين دايت كان بالسنة 1920 كانوا بيستخدموه لما بيرتفع نسبة الحموضة في الدم تقريبا شبه انقرد جابع دي اللي هو الكيف مان دايت اللي هو دايت الرجل الكهف اللي هو اللي كان بيلاقيه الإنسان القديم بيصطادوا بيأكلوا يعني مواد عضوية بالضبط من سمك لحم فواكه خضار حاجات زي كده وطلع فترة برضو بال2008 اللي هو مورنينج بنانا دايت اللي كان باليابان وتسبب في أزمة في الموز كانش انقطع من عندهم الموز فترة على شو كانت تقوم هاي الحمية دكتور؟ الحمية كانت تقوم أن الصبح أنت تاخد عدد لا بأسة بيه من الموز ممكن من موزة الأربعة معاها ميا روم تنبريتشر والغدا كل اللي انت عايزه فيش مشكلة نفس الكلام العشاء والبعد الغدا ليك حلو بس الديزرت بتاعك هو موز بس وممنوع المنتجات الألبان ممنوع الألكول ممنوع يعني فيه كمية رستريكشنز عالية جدا لكن ما في يعني توزيع عادل لكل بالضبط ولازم آخر وقت بتكون تمانية مساءا والنوم قبل 12 بي ام اللي للأسف بتجيب نتيجة سريعة يعني خسست هيتوشي اللي هو اللي كان عامل الديت حوالي 17 كيلو في فترة قصيرة جدا ولكن مع الوقت بقى ما هيدي المشكلة هي هي المعلومات المضللة ربما يعني أنه واحد يخسر وزنه بسرعة لأنه هو ممكن يزيده بسرعة أو ممكن يخسر يمكن وزن العضلات أو وزن المي بالجسم وبطريقة مو طبيعية ومو صحية بطريقة مؤزية بالضبط يعني مثلا لو حد في رجيم مثلا الموز فور اكزامبل أخذ الأمور اللي هي مفاشد منتجات الألبان كذا بتكون بتآهل في المستقبل الأستيوبروسيز الهجاجة العظام بتعمل ممكن مشاكل ويمكن فقر الدم دكتور يعني اتباع الحميات الغيزائية الخاطئة دون الرجوع طبعا لأخصائي تغزيرة حيأدي لكلها الأمراض وأكتر شي فقر الدم وحتى نقص المعادن والفيتامينات واضطراب الهرمونات فرأيك بهذا الموضوع ده هتقدر تقولي الميجر سايد افكت بتاع الأتكنز ضايت فهو روبرت أتكنز ده هو بيسموه ضايت بدون كربوهيدرات يمكن بيكون عالي البروتين كربوهيدرات مفيش خالص فبيوصل الجسم المرحلة أنه بيكون زي ماشيين لحرق الدهون نتيجته سريعة كويسة ولكن كمية أعراض جانبية مش طبيعية منها اللي هي مشاكل في الدم نفس اللي هي رائحة الفم اللي مش مطلوبة اللي هي زي بتبقى عند الكيتونز اللي هي مرضى السكر لما يكون سكره لأن وحدة الطاقة اللي هي الجلوكوز والسكر مش موجودة في الجسم فالجسم بيلجأ لحرق دهون بينزل أه ولكن زي ما حدكت فضلتي في المستقبل بيرجع تاني يزيد وعايز وطبعا بقى بقى بتنتج عنها لعدم انتظام بقى في معادن لحاجات زاكت على جسمه يستجيب مثلا هو شو الأشياء اللي بتخليه يعني دكتور مثلا أنا بعرف إنه فيه أنواع من الطعام إذا الواحد شهيته عالية فيه أنواع من الطعام فعلا هي بتعوضه أو بتحدى عن هذا الشي منها المكسرات يعني يمكن إذا الواحد ناول مكسرات يمكن بتصد شهيته عن قطعمة ثانية مظبوطة بالضبط زي اللوز النية وزي الحاجات مثلا زي الشوفان الحاجات اللي مليانة طبعا مركز على موضوع النية والسموك دي دي لأ والمحمصة دي لأ خالص النيئة اللي هي والمثلا زي واجبات زي الشوفان الحاجات اللي بيكون فيها فيها فيبرز وألياف عالية جدا وفي نفس الوقت امتصاصها بطيء فبتحسس الجسم بنعمل الشبع وإطلاق يمكن الطاقة بيكون هو سلو تدريجي يعني يقول لحضرتك حاجة كتير أو بتصادف الناس واحد يكون مثلا جعان ويروح بيمر على مكان يقولك والله يبدي مثلا حتة كنافة أو حاجة ويقولك خلاص أنا شبعت أنا مش حاكل خلاص أنا كانت عشيت مفيش ساعة زمان ويلاقي نفسه وجع تاني وبياكل تاني لأن الجسم حرق دا والإنسولين طلع فالسكر كان سريع للحرق فتسبب في جوع مرة أخرى هو بالتوازن في الأكل نعم دكتور خالد نجم أنا كتير بدي أتشكرك على هالمعلومات يلي كل العالم هلأ يعني رح تستفيد منها لأنه هذا الشيء كتير يمكن الشغل الشغل بالنسبة لموضوع انقاص الوزن والحاميات دكتور خالد نجم شكرا لك شكرا لحضرت